من رحمي المحن تولد المنح هذا باختصار هو العنوان المعبر عما حققته قناة السويس من نجاحات خلال تعزيز مكانتها الرائدة وكسب ثقة المجتمع الملاحي من الخطوط الملاحية من خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا وفق نهج علمي ومدروس قائم على فتح قنوات اتصال مع العملاء لتحقيق المصالح المشتركة وتبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للتيسير على العملاء وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب في تلك الفترة من خلال تفعيل حزمة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الرسمي للهيئة وأبرزها خدمة طلب عبور السفن المجلس البحري البلطيقي والدولي الذي يعد أكبر تجمع دولي للنقل البحري في العالم أشاد بأداء قناة السويس خلال العام الجاري حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع قدره 8% من أعداد السفن العابرة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا كما نجحت القناة في تسجيل ارتفاع معدلات عبور سفن الصب الجاف بنسبة تقترب من 42% حيث سجلت إحصائيات الملاحة في الفترة من يناير إلى مايو 2020 عبور 2129 سفينة صب بزيادة قدرها 607 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك على الرغم من الأحوال المطاربة للسوق العالمي لتجارة الصب الجاف وهو ما يعز تفسيره إلى نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة الخاصة بسفن الصب فضلا عن إجراءات المنظمة البحرية الدولية بتقليل نسبة الكبريت في الوقود مما شجع على الرحلات القصيرة لتوفير الوقود المستخدم